اشتركوا في القناة بأن الرئيس السيسي وجه ببزل أقصى جهد لاستمرار التقدم وزيادتي في جميع المجالات ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما أكد الرئيس السيسي أولوي التوفير كل الدعم اللازم لبناء وتطوير قدرات الشباب المصرية ومساندة الشركات الناشئة وتشجيع توسعها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موجها بمواصلة جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي وميكانة الإجراءات الإدارية والحكومية تسهيلا على المواطنين واختصارا للوقت والمجهود والتكلفة مع متابعة ومواكبة أحدث التطبيقات التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعية الذي تزداد أهميته وقيمته المضافة بإضطراض على المستوى العالمية أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا مع نيكوس أنستاسيادس رئيس جمهورية كبرس المنتهية ولايته وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس السيسي أعرب عن تقديره وشكره لرئيس جمهورية كبرس المنتهية ولايته على ما قدمه لدعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين خلال فترة توليه المنصب وهي الفترة التي شهدت الكثير من الإنجازات المهمة سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو من خلال آلية التعاون الصلاسي بين مصر وكبرس واليونان ومن جانبه أعرب الرئيس الكبرسي المنتهية ولايته عن امتنانه الكبير للرئيس السيسي لهذه اللفتة الكريمة مثمناً الإسهامات المقدرة للرئيس السيسي في إرساء دعائم التعاون المثمر بين مصر وكبرس على مدار السنوات الماضية كما أكد التزام كبرس الراصخ بالاستمرار في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين تحت قيادة الرئيس المنتخب نيكوس خيرستو دوليدس التقى وزير خارجية سامح شكر اليوم مع وفد برلماني من الاتحاد الأوروبية وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيدة بأن اللقاء تناول النقاش حول التعاون برلماني وحقوق الإنسان والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك نظم حزب مستقبل وطن عدداً من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية يأتي ذلك في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين وأيضاً ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين إيماناً منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين حيث قامت أمانات الحزب على مستوى المحافظات بإقامة منافذ سابتة لبيع السلع الغذائية والتموينية واللحوم البلد الجاهزة بأسعار مخفضة تزامناً مع حلول شهر رمضان الكريم لمواجهة جشعة تجار والحد من غلاء الأسعار كما أقامت معارض لبيع مستلزمات الأسرة وتجهيز العرائس تحت شعار على قد الإيد بالإضافة إلى استمرار مبادرة شتاء الدافئ لتوزيع البطاطين على الأسر الغير قادرة والأولى بالرعية وتواصل فعاليات القافلة الطبية المجانية في مختلف التخصصات شركاء من أجل صحتك على توقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان كما يساهم الحزب في تشكيل الوعي الفكري للمواطنين وذلك من خلال دورات لتعليم اللغة الإنجليزية وندوات تثقيفية عن الصحة وأخرى حول العلاقات الاجتماعية في الأسرة المصرية وندوى عن الانتماء الوطني والتصدي لحروب الجيل الخامس بالإضافة إلى أهمية التعليم وتنظيم مصابقة أوائل الطلبة في نسخته الثانية بجانب المصابقة الكبرى لحفظ وتلاوة القرآن الكريم كما نظم الحزب رحلات ترفيهية لشباب الحزب تحت شعار عرف بلدك استقبل وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية الذي يزور مصر حالياً والوفد المرافق له وتم التباحث حول عدد من فرص ومجالات التعاون المشترقة بين الجانبين وأشد وزير قطاع الأعمال بدور البنك في دعم جهود التنمية في مصر معرباً عن التطلع إلى مزيد من التعاون المشترقة خاصة في ظل تعدد الفرص الاستثمارية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع الخاصة وفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة لتكون قاطرة للتنمية بالإضافة إلى قطاع الأعمال العام والقطاع التعاونية وكذلك تقديم مزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن الأمم المتحدة تعتبر هي أحد أهم شركاء التنمية متعدد الأطراف للحكومة المصرية حيث وضعت الحكومة المصرية أهداف واضحة ورؤية إمائية تستهدف في مقدمتها الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً وقد مثلت الأمم المتحدة وكالتها المتخصصة حجر الزاوية في العديد من الاستراتيجيات والأنشطة الإمائية المشترقة نظراً لما تتميز به من خبرات واسعة في كافة المجالات ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية جاء ذلك خلال تفقد وزيرة التعاون الدولي وإيلينة بانوفا المنصق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر لعدد من البرامج للمشروعات التنموية بمحافظة ألمينيا اشتركوا في القناة